ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب لا يزال يلقي بثقله على اقتصاد منطقة العملة الأوروبية الموحدة رغم معطيات حديثة أظهرت تحسناً طفيفاً في الإطار العام وكالة الإحصاء الأوروبية أفصحت عن أول انخفاض في مستوى البطالة منذ عام 2011 البطالة تراجعت في 21 أكتوبر بنقطة عشرية مقارنة بشهر السابق بينما سجلت البطالة بين الشباب مستوى قياسي جديد وصل إلى أكثر من 24 مئوية معدلات بطالة الشباب الألمانية بنحو 8 مئوية والهولندية بأكثر من 11 مئوية تتناقض مع الأرقام المذهلة لبطالة جنوب أوروبا مثل إسبانيا بأكثر من 57 مئوية أي أقل بقليل من اليونان الأعلى في تاريخ منطقة اليورو محللون يرون أن النمو في منطقة اليورو ليس قوياً بما يكفي لتقليص مجاميع العاطلين عن العمل ولا سيما في البلدان التي تسجل معطية سلبية في ساحة العمالة التضخم شهد ارتفاعاً طفيفاً في 22 نوفمبر بالنسبة 19 مما بعد خطر الانكماش الزيادة في الأسعار بلغت نسبة 19 النقطة المئوية مقارنة بالشهر السابق الذي سجل أدنى المستويات أي 17 النقطة ارتفاع الأسعار برز في قطاعات الأغذية والمشروبات الكحولية والتبغ والخدمات فيما استقرت السلعة الصناعية باستثناء الطاقة المعطيات الجديدة قد تخفف الضغط على المركزي الأوروبي للعمل الأسبوع المقبل على دعم اقتصاد الدول الأعضاء في منطقة اليورو